زلزال بقوة 7 درجات فاصل 8 على سولامير اختر ضرب الأحدى الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا بحسب ما أفاده المحهد الجيولوجي الأمريكي الذي أوضح أن مركز الهزة حدد على بعد 90 كم شمالي مدينة كرايست شيرج أكبر مدن الجزيرة السلطات نيوزيلندية التي لم تتحدث بعد عن سقوط ضحايا أصدر تحذيرا من وقوع مد بحري جراء هذا الزلزال العنيف ولمعرفة مواقع يورونيوز اتصلت بإحدى المقيمات في مدينة كرايست شيرج في الحقيقة نحن نتعلم العيش هنا مع احتزاز الأرض من وقت لآخر ولكن صحيح أن هذه المرة كانت الهزة عنيفة كنا نائمين في حدود منتصف الليل وبالطبع كان عليك أن تستيقظ لأن كل شيء كان يتحرك من الواضح بشكل رهيب الأبواب تفتح وتغلق المراية تضرب في الجدران الأمر كان مثيرا لأن الهزة تستغرقت فترة طويلة من الزمن وكما قلت فخلال معظم أيام الأسبوع لاحظت تحركات ولكنها كانت خفيفة جدا لا تتجاوز الدرجتين على مقياسير اختار نحن شبه مدمنين على تطبيقات الزلازل لمعرفة ما إذا كان ما نشعر به هو جسمنا أو إذا كانت الأرض تهتز حقا ولكن هذه المرة فقد كانت الهزة لفترة زمنية طويلة